أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل لمليشيات الحث الإرهابية الشمال منطقة اليتمى بمحافظة الجوف وكذا قائد اللواء 14 حرس حدود العميد منصر الجعيدي أن مجامع من مليشيات الحث الإرهابية حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة الأبتر شمال الجوف لافتا إلى أن قوات الجيش الوطني رصدت محاولة التسلل التي نفذتها عناصر التنظيم الإرهابي وتمكنت من إفشالها وإخمادها منذ اللحظات الأولى وأوضح العميد الجعيدي أن العناصر الإرهابية المتسللة تكبدت خلال محاولتها الفاشلة خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد